تشفت معطيات حتومية أن نسبة الشباب العرب من جيل 18 وحتى الرابع والعشرين الذين لا يتعلمون ولا يدرسون وصل إلى 32 فارز 5% أي ما يعادل الثلثة من النسبة العامة منهم يرزح في خانة البطالة والأمية وبحسب الإحصائيات فإن الحديث يدور عن نحو 50 ألف شاب إلى أن النقبيين العرب يؤكدون أن المعطيات على أرض الواقع مغيرة وصادمة أكثر في إحصائيات لمكاتب التشغيل في إحصائيات لمؤسسة التأمين الوطني لدائرة الإحصاء المركزية تختلف هذه الإحصائيات من مكان لآخر على مدار السنوات كان هناك بشكل مستمر سياسات ممنهجة في عدم المساواة والتمييز سياسات إفقار للمجتمع العربي لكن جائحة الكورونا وهبة أيار أتت لتعمق أكثر وتظهر أكثر هذه المشكلة هناك علاقة مباشرة ما بين هذه النسب الكبيرة وبين نسب الكبيرة للجريمة وتفشي الجريمة في مجتمعنا فمن الواضح أن غالبية هؤلاء الشباب ينخرطون في عالم الجريمة من أجل الحصول على الربح السريع وذلك بسبب أوضاعه والاقتصادية والاجتماعية الصعبة تأخذ البطالة في صفوف الشباب العربي مناح أخرى أكثر تطرفاً حيث ينحدر البعض منهم في السوق السوداء وعالم الإجرام بحثاً عن الربح السريع ما يدق نقوس الخطري لا سيما مع استفحال مظاهر الجريمة التي تفتك بالمجتمع العربي أنا بنصح طبعاً كل شاب أنه يشتغل ويتعلم عشان يكمل مشواره ويكمل مسيرته في حياته لأنه ده بيشتغلش وبتعلمش مش راح ينجح ولا راح بالعكس بفشل بصير عندنا مشاكل لأنه أغلب المشاكل اللي احنا صايرة عندنا من تحت رأسها الشبيبية هاي كلياتها لأنهم بدهم مصاري طبعاً بدون ولا أي سبب يعني بدون ما يشتغل طب مصار دون ما يشتغل ديطر لأمور تانوية اللي هي أمور مشارعية وأمور اللي هي بده الطب بحق ناس وكل مشاكل وسط العربي من تحت رأسها هاي هدفه هو المال إنه 30% كاعدين كاعدين شو مين أبوهن ومهم دي طعموهن يعني الإبيات عندهم حمل بيكفيهن فلازم الشاب هو اللي ينهض هو اللي يقوم هو اللي يساعد أبوه مش يركي نعا أبوه قل له أبوه يقعد ارتاح أنا بشغل عنك فهاي إذا فيه نخوي عند شبيبتنا يسمع هذا الكلام إذا فيه عند النخوي يقوموا ويطلعوا ويشتغلوا لو بدي يشتغل بلاكيش إشي للمستقبل لقدام فيش عنده يعني دخل كفاية اللي لاكي إشي لقدام مستقبل عشان هيك بروح قاعد على الكاسف الكال اللي هو اليوم سلاح مخدرات سوك سودا هاي الشغلات بلاكي الربح فيها أسرع يقبع أكثر من نصف المواطنين العرب تحت خط الفقر ومع ارتفاع البطالة تتعمق الفجوات ويزداد واقع المجتمع العربي أكثر تعقيدا وفقرا إذ لا يتعدى نصيبه من ميزانية الدولة أكثر من واحد بالمئة ما يفسر سياسات التهميش والإفقار التي تتبعها السلطات الإسرائيلية